أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب حرص الهيئة على لقاء المستمرين الألمان من أجل متابعة موقف نشاط الشركات الألمانية القائمة في مصر وكذلك استعرضوا الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال اللقاء عبدالوهاب مع رئيس التنفيذي للتحدي غرف الصناعة والتجارة الألمانية لوضع أليات تعاون بين الجانبين للزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر وتعظيم الشركة الاستثمارية بين البلدين